اشتركوا في القناة الثالثة والثلاثين الله الصمت تردها كأنه يطرأ الفاتحة وعندما اسأل عن آية مباشرة يذكر لي مكانه متقن في الحفظ يذكر لي عن نفسه يذكر هو لي عن نفسه يقول أنا في هذه الفترة يقول يأتيني هواتف في هذه الفترة يأتيني هواتف قلت منعها قال يأتيني هاتف في المنام يقول يا لطيف هكذا يأتيه هاتف في المنام يقول يا لطيف ستعشر مليون وستمائة وخمس وخمسين مرة يقول في ذا أصبحت قلت هذا شيء من الله وهاتف من الله عز وجل ولا بد أن أقوم به يقول أبدأ يقول أول كنت أعد بيدي والطبريقة أن أخذ سبحة ألف خرزة حتى أضبط العدد وأجلس من الصباح إلى الظهر يقول حتى مراجعة القرآن تركته يقول أريد أن أقوم بهذا الهاتف الرحمني الذي من الله لا بد أن أقوم به هكذا كان يظن يقول وأبدأ أعد يا لطيف يا لطيف أعدها حتى معي أوراق أكتب حتى أضبط العدد يقول ما أخذ يوم يومين منتهي منا هذا العدد الكبير يأتيني هاتف آخر في المنام الله الصمد ثلاثين مليون كلها بالملايين ثلاثين مليون يقولوا كذا يقولوا أكتب الرقم أقوم وأكتب الرقم لأن يقول هذا من الرحمن هذا من الله ما يجوزنا هواتف هذه يقولوا أبدأ أعد 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 يقول الآن هو نفسي يحدثني شخصيا يقول أنا خبلتنا الآن القرآن ضيعت وبدأت تتفلت من الآيات وأصبحت أوقاتي جالس في زاوية ومعي سبحة طويلة وأعد قلت هذا العمل الذي تقوم بكله باطل كل باطل وليس من دين الله ولا مما يقربك إلى الله ولا رب العالمين يرضى عنك كالي كيف قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمر نبا ورد أعطني دليلاً أن هذا من أمر النبي ومتى كان الدين يؤخذ من منام أو يؤخذ من إتافات هذه أشياء من الشيطان تبعدك عن دينك تبعدك عن دين الله سبحانه وتعالى وتصرفك عن طاعة الله جل وعلا والشيطان يشغل الإنسان بالبدأ عن السنن وعن طاعة الله جل وعلا وجد هذا الرجل حافظ القرآن ومكرر القرآن والناس السفيد من تعليمه وأبعد عن ذلك كله وجعله في زاوية بسبحة ويعدد بهذه الطريقة حتى كتاب الله سبحانه وتعالى وإقراءه ترى كذلك منخطعاً عنه وهكذا يضيع كثير من الناس في الأعمال والعبادات مثل ما حذر من ابن قيم هنا قال هدايتهم بأمر الله على لسانه لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأدواقهم وتقليد أسلافهم الآن بعض الناس يدعو آخر إلى شيء وإذا قال إيش الدليل يقول آبداً أنا من ولد والوالد والجد والحمولة وكل الأسرة كذلك هذا الدليل الدليل يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته اشتركوا في القناة عر Court